أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطيا ليس والجن لينحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفعلون ولتسوى أي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليضموا وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله ابتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب والصلاة والذين ناتيناه الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكون من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا نبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطيع الثرما في الأرض ضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمفتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطلتم إليه وإن كثيرا ليظلون بأبوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمفتدين وذرواهر اللثم وباطنه إن الذين يكسبون اللثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لنوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشتقون أوما كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مسلوا في الظلمات كمن مسلوا في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يحملون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم جميعا أفات تبه الناس حتى يكونوا مؤمنين وكذلك جعلنا في كل قرية نكابرة مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجروا صغار عند الله وعذابه شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجص على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون فهم دار السلام عند ربهم وهو ولي بما كانوا يعملون ويوم يمحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس قد استكثرتم من الإنس وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قالن رمسواكم خالدين فيها إلا ما مشاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم وصل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا وما كانوا بآياتنا وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلمه وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من معدكم ما يشاء كما يشاء من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لا أتهم وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم مني عاملوا فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرى من الحق والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم سابا يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ليرضبهم ويلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا لهذه أنعام وحرط الحجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حر من ضبورها وأنعام وأنعام لا يذكرون نصم الله عليها افتراء عليه سيجدهم بمكانوا يفترون وقالوا لما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة تافا في شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرروا ما رزقهم الله افتراء عليه وحرروا ما رزقهم الله افتراء على الله سيجزيهم بمكانوا يفترون موسيقى يوم حصاده ولا تسفوا إنه لا يحب المسجفين ومن الأنعام حمولة وفقشا كلوا مما رزقهم الله ولكن كلوا مما رزقهم الله وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسفوا إنه لا يحب المسجفين ومن الأنعام حمولة وفقشا كلوا مما رزقهم الله ولكن ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأل اثنين ومن المعد اثنين قل آذكرين حرما من لغوثين أما اشتملت علي أرحام اللغوثين نبئوني بعلم كنتم صادقين ومن اللبن اثنين ومن البقر اثنين قل لها الذكرين حرما من لغوثين أما اشتملت علي أرحام اللغوثين أم كنتم شهداء بصاكم الله بهذا فمن أظن من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيه ما أحيي إلي محرما على الطاع يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسلوحا أو يحمى خنزينه فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير بغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحر إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعرض ذلك جزينا لهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ضد رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وإنتم إلا تخصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم وجمعين قل هلوم شهداكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به ششأة وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزطهم وإياكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون لا تقربوا مهل التي بإلا بالتي هي أحسن حتى بلغ شدة وأوفوا الكثير والميزان بالقصد لا نكلف نفسا إلا وسعها لا وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعدل لي أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم ماتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تقصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلنا مبارق فاتبعوه لعلكم تفلحون أن تقولوا إنما أوزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلون أو تقولوا لو أنا أوزل علينا الكتاب أوزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بييرة من ربكم موضة ورحمة فمن أهدى من من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لنفع نفس الإيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينا وكانوا مشيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ما جاء بالحسفة فلو عشت أمثالها وما جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إن لي هددني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيبا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ورماتي الله رب العالمين لا شريك له وبذلك هو الطوان أول المسلمين قل غير الله أبغي ربه وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلايف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لنا من صادة كتاب نوزل إليك فلا يكون في صدرك حرد منه لتؤذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما نوزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من نوره أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكنا فجاها بأسنا بياتا أو قائلون فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين مصل إليهم ونسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فما ثقلت نوازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت نوازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا ظلمون ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا الإبليس لم يكن من الساجدين قال ما أنا لك ألا تسجد لأمرتك قال أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغدين قال أنظرني إلى يومي بعثون قال إنك من الممرين قال فبما أغويتني لا قعدن لم صراطك المستقيم ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فلا تجد أكثر المشاكرين قال اخرج منها بثوم من مد حورا فمن تبعك منهم لأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب بهذه الشيعة فتكون من الظالمين فوسوس لهم الشيطان لبدئ لهما ما موريا عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما ألم أنهكما ألم أنهكما عاتلكما الشجعة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ولمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقروا ومتتعوا إلى لحين قال فيها تحيون وفيها يتموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج بأيكم من الجنة ينظروا عنهما لباس وما ليريوا ما سوءاتهما إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم إنا دعا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا آبانا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقصفة وأقيموا وجوهكم عيدكم لمسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني يا دمخوا زينتكم عيد كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تستفوا إنه لا يحب المستفين قل من حرم زينة الله التي يخرج لعماله والطيبات من الرزق قل يا للذين آبانوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فذلك نوصل الآيات لقوم يعلمون قل إن ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وقيموا وجوهكم عيد كل مسجد ودعوا مخلصين لهم الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء ميدون إلا ليحسبون أنهم مهتدون قل الله من من اكتر على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتابة حتى إذا جداتهم نصرنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها قالت أخرهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون نفاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولا لكل لا تعلمون قالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنَّا لَا تُفَتَّحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَلِجَى الْجَمَلُ حَتَّى حَتَّى يَلِجَى الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطَةَ وَكَذَلِكَ نَجَزِ الْمُجَرِمِينَ أَهُمْ مِنْ جَعَنَّمَ مِهَادُهُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا أُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَلْنَةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ تَجَرِيمٍ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَادَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْهَدَانَا اللَّهِ لَقَدْ جَعَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقَّ وَنُوْدُوا أَذَتِلْكُمُ الْجَلْنَةِ يُرِثْتُمُهَا بِمَا كُوتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَعْدَنَا أَصْحَابُ الْجَلْنَةِ أَصْحَابَ الْنَارِ أَمْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُونَا فَأَذَّا مُؤَذِّنُونُ بَيْنَهُمْ بَالْلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَا سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمْ حِجَابَ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْنَ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطَمَعُونَ وَأَصْحَابِ الْنَّارِ قَالُوا لَرَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَا أَصْحَابُ الْنَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ نَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَا عَزَقَهُمُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّ اللَّهِ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنَسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجَحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَا بِكِتَابِهِ بَصَّلَّنَا وَعَلَى عِلْمٍ نُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْوِيلَهِ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَدَتْ أُصُرُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَّنَا بِهِ شُفَعَا فَيَشْفَعُ لَنَا نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِهِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُخْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطَلُقُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ سَخْرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْهُمْ تَبَرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَدَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرْعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْلَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُغْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَا لَيْرَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا قَلَّتْ سَحَبًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيْتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا كذا كذلك نصرف الآيات لقومه يشكرون لقد أصلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس به ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم لسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وأعجبتم أنجهاكم ذكر من ربكم على رجل منكم لنذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فانججنا والذين معوا في الفلك وأقرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد النقاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس به سفاة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم لسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبة ما جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لنذركم على رجل منكم لنذركم واذكروا إذ جعلكم خلفا من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصفة فاذكروا على الله لعلكم تفلحون قالوا وجدتنا لنعبد الله وحدا ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قال قد أذقى عليكم من ربكم جسو وغضبه أتجادلونني في أسمي سميتم وأعتم وأباكم ما عزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المتظرين فأرجينا هو الذين معروف برحمة منا وقطعنا مذابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ذمود أدخاء صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آياتة فذروا تأكل في أرض الله في أرض الله ولا ترسوا بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من معدعان ومواكم في الأرض تتخذون من سرولها قصورا وتلقتون الجبال بيوتا فاذكروا والا الله ولا تعثوا في الأرض مستدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أصل به كافرون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فأقروا الناقة وعتوا عن أمن ربهم وقالوا يا صالح احتنا بما تعدنا أن يكوت من المرسلين فأقلتهم الرجبة فأصبحوا في دارهم داخمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطن إذ قال لقومه يتأتون الفاعشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجاجة وتطميذون النساء بل لاتم قوم مصرفون وما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوهم من قراتكم إنهم أناس يتطفرون فأنجدناه وأهله إلا مراته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطر فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينة خاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأغفوا الكيل والميزان ولا تبخصوا الناس أشياء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صرارة تتعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإذ كنتم طائفة منكم أعمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم